طيب في البداية هنروح على كرة كرة طائرة يمكن كرة طائرة سيدات هي الفرقة الوحيدة في قطاع كرة طائرة ماذا حتى الآن بيلعب بطولة أفريقيا اللي بتتلعب الآن أو يعني الأيام دي في تونس خلينا أوضح لحضراتكم أنه أقوى الفرق الأفريقية بتبقى من المصر والنادي الأهلي طبعا بدون منازع يعني هو الوحيد من مصر بتبقى أقوى الفرق الفرق التونسية والفرق الكينية المجموعة وقعتنا مع أحد الفرق الكينية بل أفضلهم اللي هو فريق الأنابيب الكيني وقعنا معه ولعبنا مبارح الحقيقة واستطعنا بفضل الله وبمجهود اللعبات وتركيز الجهاز الفني نحن نفوز 3-1 الفوز دا كان مهم جدا عشان نتصدر مجموعتنا وجاعت نتائج الأشواط 23-25 للأنابيب الكيني جي الشوت الثاني 25-21 أهلي 25-22 أهلي 31-29 وزا ما حضركم شايفين الجيم كان very close جيم والحقيقة دا جنبنا المباراة الفوزها دي جنبتنا نحن نلعب مباراة قوية فيه قبل النهائي وهتوقع الأنابيب الكيني في مقابلة مع الفريق التونسي الحقيقة فيه قبل النهائي وده أكيد هيكون يعني خطوة جيدة أو خطوة تقربنا كتير من الفايمال فريقنا هي لعب المطش اللي جاي في دور الستاشر يمكن زي ما قلت لحضراتكم الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة سن سنة جديدة يعني أثناء البطولة الرجال ونفذها كمان في السيدات أنه بعد التأهل بيلعب دور الستاشر الأول بيلعب رابع المجموعة اللي بيرد عليها احنا عندنا الحقيقة مباراة تلاعب المطش اللي جاي إن شاء الله في دور الستاشر مع أسك مموزة الفواري نكون دفواري الفريق وهيكون بكرة الساعة 4 العصر على صالة محمد الزواوي مدينة الهوارية التونسية ويعني برضو هنحاول كمان نجيب كابتن حمد الصافي من تونس عشان نطمن على الفريق بعد ده هيكون معنا إن شاء الله يعني هما كانوا النهاردة عندهم تمرين قوي وبنحاول نتواصل معا عشان نطمن على فرقاتنا هناك ونعرف أهم الاستعدادات ومين هيكون في طريقنا في قبل النهائي لده دور الستاشر زي بولت حضراتكم مع أسك مموزة الإفواري وهنتكلم معا عن احتمالات قبل النهائي يكون ايه وإن شاء الله احتمالات النهائي ويكون معنا كابتن حمد الصافي أول ما يكون جاهز من تونس أكيد هنروح له اشتركوا في القناة